السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني نهاركم مبروك والصعب ندير الوراق الى بقيت حارق ديال من هات السؤال هذا السؤال ديال الناس اللي جاوب في ذات ولا جاوب عقود عاما اللي هي محدودة اما تلت شهر ولا ستت شهر ولا تسعة شهر ما سهل شعلم الله باش يريديروا التغيير يديروا لا كونفرسيون بحال اسمه الى القانون دالدكريتو فلوسي ما تعوش تفتح ولا شي حاجة هاد الناس هادو مضطرين انهم اما يرجعوا للبلاد واللي يبقى هنا حارقين واصعب ندير الوراق الى بقيت حارق اشنو هو الحل واش كين شي طريقة الطرقين عدة الاخوان كتحاول تشوف الطريقة الاسرع والاحسن واللي ما تغسرش فيها فلوس ومصاريف كين مثلا زواج البيض اللي كان قوله زواج مصلاحة من طابط الحال من طرف ايطالي او ايطالية وكين عن طريق الجنسية الى اخو كل اختك هنا في ايطاليا عندهم الجنسية هذا الموضوع اديجا اهدرنا فيه كين الساناتوريا اللي كتفتح بعض المرات يعني كتكون سينين ما بين الساناتوريا والساناتوريا اللي هي قانون تسوية اوضاع المهاجرين الغير شرعيين في ايطاليا كين اللجوء سوى انساني ولا سياسي وكين حتى عقد عامل اخر في حالة ما الى كنت انت هنايا في ايطاليا دخلتي سوى قانونيا ولا حارق غير ما يكونوش عندك يعني ما يكونش عندك وسخ وما يكونوش عندك سوابق عدلية ممكن ان يلا تفتح الذكريت فلوسي انت هنا في ايطاليا بالوراق ممكن تدفع عقد عامل وتاخده في يدك وتمشي ترجع للمغرب وتعود دير الاجراءات من جديد تدفع في القنصلية وتطلع الايطاليا قانونيا بعقد عامل غير هو شوفش عقد اللي يكونو في الوراق هاد المرة ان شاء الله الاحسن والافضل والاصرع وبلا مصاريف وهو اللجوء نعطي هاد النصيح هادي ونقول ما الاحسن الانسان يدير اللجوء غير هو خاصه يشوف اسباب ويشوف شي حل او يختارع مثلا واحد قصة باش يقبلها منه القاضي في حالة ما الى بغي يدير هاد الطالب هاد هاد اللجوء ونشوف كل شيء بالتفاصيل اللجوء هو موضوعنا اليوم الاخوان كيفاش تقدر تحصل على اوراق الاقامة بطالب اللجوء كيف ما كتشوفوا معي هنا هذا الباسبور هذا الزرق هو ديال طالبي اللجوء واخده واخديته من عنده ودرت معاه فوتو باش ندير لكم الفيديو ديال اليوم على طالب اللجوء اللجوء الاخوان انواعه دائما كيبقى السبب واحد وهو في الاخر كيكون انساني كي اللجوء العادي او الانساني واللجوء السياسي واللجوء البيئي كل انواع اللجوء في النهاية هي الاهداف انسانية فاش تفكر في طالب اللجوء خاص يكون كين خطر يتمحور حول حياتك في بلدك وغالبا طالب اللجوء كي يكذبوا او كي خلقوا سبب او قصة لاقناع القاضي والسلطات الايطالية بانه كين خطر ومريس كي الى رجع البلاد هاد الانسان يمكن يكون هاد الخطر اللي عبارة عن كذبة فقط من اجل الحصول على الاقامة هذا الخطر مثلا هو حكم بالاعدام او القتل نتيجة الحروب او السجن او الاضطهاد او انك اعتنقتي المسيحية عواض الاسلام يعني كتكتب كتقول لي انا ماشي مسلم انا ما بغيش الاسلام وكان صح اي واحد ما يقولش هاد الشي هذا غير هو يعني هاد الكذوب هادو راه هم كينين وناس خداوا اوراق اقامة يعني خلقوا هاد القيصص وهد الكذوب هادو او كتقول واحد الحاجة اخرى او انك مثلي ومتحول جنسيا وخايف انك ترجع للبلاد لانك او لان بلادنا بلد مسلم وكيمنع وكيحارب هاد الفئة من الناس الاخوان هاد الشي غير بيناتنا احنا قنعرفوا المغرب مزيان وقنعرفوا بان هاد الناس مثليين راهم عايشين بيناتنا ولكن هادو كتبقى كذبة لان بلادنا كنقولو كيحارب هاد الفئة دي لانه بلد مسلم الا صرحتي بهاد الاسباب خاصتك تتبتها بالفعل وإلا غادي نقولوليك غير لأسباب اقتصادية انت دخلت هنا غير باش تخدم وتحسن وضعياتك الاقتصادية لهذا اختار عتينا هاد الاسباب هادو باش تتبتها من الاحسن خاصتك تشوف محامي ضروري ديال اللوجوء باش هو اللي يقوم بالعملية ويتبع الملف ديالك ويشد ليك رخصة الاقامة ضروري من المحامي وكنصح به اي واحد فاش كتدير طالب اللوجوء وكيسهل عليك الله وكيتقبل طالب ديالك وكتاخد رخصة اقامة لأسباب اللوجوء هنا كيختلف الامر كين بزاف الناس كيقولوا لا راه ممكنش تسافر به وترجع للبلاد ولكن كنشوفو ناس مشات وجات وعادي ولا مشكل وقع معهم وحتى مشكل موقع والناس سافرت به ماشي مرام ماشي زوج ورجعوا ولكن قانونيا والسلطات الايطالية كتقول بان الى خرج شي برخصة الاقامة لأسباب اللوجوء ورجعتي كتلغاليك الاقامة نهائيا وكتبقى عود بلا وراق بلا وولو يعني كيحيدوا لك الوراق وكيعارفوا انك ما عندك حتى مشكل في بلادك نظركم واش كين شي حل اه كين الحل وهو تبدل من اسباب اللوجوء الى اسباب العمل عند حصولك على البرميسو دي صجورنو دي اسباب اللوجوء كتبدل من اسباب اللوجوء لاسباب العمل وهذا تصبح عادي بحالك بحال اي واحد عنده وراق الاقامة عاديين ولكن ضروري من ايجاد عمل وعقد عمل يعني كونتراع عدير طلب من جديد للحصول يعني على رخصة الاقامة لاسباب العمل ولكن الحاجة الايجابية في رخصة الاقامة لاسباب اللوجوء هي انك من بعد خمسة سنوات عند حصولك على اوراق الاقامة عندك حق تدير طلب الحصول على الجنسية الايطالية وكتحصل عليها من بعد خمسة سنين فقط من الريزيدانسة اما لاسباب العمل خاصة تصنع عشرة سنين دي الاقامة والريزيدانسة ما تكونش مقطعة باش تدير الطالب وتاخد الجنسية من بعد عشرة سنين وثلاثة سنين اخرى من الانتظار لمعالجة الطالب ديالك على الاقل خاصك 14 عام باش تاخد الجنسية عواض خمسة سنين الى بقى عندك البرميسو ديال اللوجوه اخوان ما بقى ليه الا نودعكم والله يسهل للجميع ما تنسوش الدعم والاشتراك وشكرا انهاركم مبروك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة